السلام عليكم أصدقائي ومرحبا بكم مجددا على قناة معلم اللغة الفرنسية دائما مع سلسلة جملة كل يوم هذا الصباح أيضا سوف نرى جملة بسيطة ورائعة وكي ستحتاجونها في كلامكم اليومي وجملتنا هي هل تبق لك وذهبت لحديقة الحيوانات الموجودة في مدينة الرباط نعم هذا السؤال كالعادة توصلت بأجوبة كثيرة وعديدة ومشاركاتكم كانت جد جد طيبة شارك معنا كل من جابر نعم أظن بأن جميع الأسماء التي ذكرت هي التي شاركت معنا وبالنسبة للأشخاص الذين توفقوا وجدوا الخطأ نعم كلمة تكتب بأكسن غراف وليست بأكسن أغو هي فاطمة مبيد هنا محيدين خديجة دودو أكا لا روائل بوعلام بناتا الزهراء سارة سيرة هودا إدريسي إلهام درويج نبيل منصوري وفاطمة الشادلي وجابر نعم كل أسماء التي ذكرت توصلوا إلى إيجاد الخطأ لكن كالعادة قانون المسابقة يقول بأن هناك فائز واحد والفائز هذه المرة أيضا وبفارق التوقيت هو جابر جابر عفوا أول شخص أعطاني جواب صحيح وبسيط جملة بسيطة ورائعة وبدون أخطاء نعم جملة صحيحة بسيطة مختصرة رغم أنك أعطيت صيغة مختلفة عن التي هي باللغة العربية لكن تفي بالغرض وصحيحة 100% سوف نرى هذا وسوف نتكلم عنه جيدا لكن لا تنسوا في آخر الدرس بعد أن نشرح هذه الجملة سوف نتطرق لجملة أختنا الزهراء من الجزائر وسوف نصحح الأخطاء التي قامت بها كما قلت لكم هذه النقطة الجديدة كل مرة في آخر الدرس سوف نأخذ جملة من جمل الأصدقاء الذين كتبوا وكانت بها أخطاء ونتكلم عنها ونصححها أيضا هل سبق لك وذهبت لحديقة الحيوانات الموجودة في مدينة الرباط؟ هنا هذا السؤال هل من طبيعة الحال أنتم أصبحتم تعرفون الطريقة؟ إما تستعملون أداة طرح السؤال أو تقومون باستعمال كما استعملت أنا كتبت أو أو بالنسبة للأشخاص الذين يرغبون في استعمال الجمع أدفو أغمى أنها تكتب أدفو لكن سوف تسمعون كأن هناك حرف دي أدفو هذه هي اللغة الفرنسية هكذا تنطق ليست أدفو ولكن كأن هناك حرف دي أدفو أدفو دي جاءة أزو بالنسبة للأشخاص هنا أشخاص كان لديهم خطأ بسيط وكان لديهم أنهم قاموا استعمال لأكسيليار كتبوا أغموا دي جاءة أدفو لنستعمل مع لأكسيليار أدفو جسوي أدفو توي أدفو نستعمل مع لأكسيليار أدفو مع لأكسيليار أدفو لا نستعمل لأكسيلياغ جيد لهذا من الصحيح أن نقول اتوا ديجا علي او اتوا هذا هو الصحيح وليست نعم يمكن أن نستعمل اذا أردنا استعمال فعل آخر ولقد لاحظت بأن الكثير منكم أيضا استعماله وهو لذلك اذا أردنا استعمال لذلك سوف نستعمل لأكسيلياغ ونقول وإذا أردنا استعمال الذي يعني زار يزور وليس ذهب بالنسبة لدينا في الجملة لدينا ذهب لهذا استعملنا الفرب جيد هناك أيضا نقطة جيد مهمة وهي بالنسبة للفرب نقول عفوا نعم بالنسبة للفرب نقول فيزيتي ل من الفرب علي نقول علي أ جيب أتمنى أن يكون الأمر واضح أمر بسيط بالنسبة لألي نقول علي أ لا لا نقول علي ل علي أ فيزيتي ل فيزيتي لزو علي أ من طبيعة الحال بما أننا نقول لزو سوف أ مع ل تعطينا أو أوزو علي أوزو فيزيتي لزو يجيب الانتباع أيضا لهذه النقطة جد مهمة إذن جملةنا تصبح بهذا الشكل أ 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 أظن بأن بهذا الشكل رأينا جميع الصيغة الممكنة لكي نطرح السؤال في أشيقه الأول باستعمال فعلين لآلي و فيزيتي وأيضا باستعمال الصيغتين سواء بالجمع أو بالمفرد جيد بالنسبة لعبارة سبقة هي التي استعملنا فيها ديجا ديجا هل سابقة سابقة استعملنا ديجا جيد وذهبت لحديقة الحيوانات حديقة الحيوانات هنا هي لزو من طبيعة الحال ولكن هناك منكم من حاول البحث عن مصطلحات أخرى مثلا أنيمالغي 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 ليست حديقة الحيوانات ولكن هو مكان يتم فيه تربية أنيمالغي تذكروا مكان يتم فيه تربية الحيوانات لبيعها ربما تربية القطط الكلاب الطيور نعم لبيعها بغرض بيعها لا كمكان لتربيتها لكي يأتي الناس ويزوروها ويتعرفوا عليها لا هناك فرق وبالنسبة لعبارة أخرى لدينا بارك أنيمالي بارك أنيمالي نعم نوعا ما يمكن أن نقول عنه أنه حديقة الحيوانات ولكن بشكل أضخم عندما نقول بارك يعني أنه فضاء كبير جدا أكبر من الحديقة العادية حديقة الحيوانات التي هي لزو هنا يكون بمساحة محدودة لكن عندما نقول بارك فمساحته تكون شاسعة وكبيرة تذكروا أن بارك أنيمالي تكون مساحته كبيرة لكن بنفس المواصفات هذا هو الفرق جيد نتمم الجملة قلنا الموجودة في مدينة الريباط هنا من طبيعة الحال من أراد أن يستعمل عبارة الموجودة فهذا صحيح مئة في المئة ومن أراد أن يقوم بجملة مختصرة كما فعل الأخ جابر لزو فهذا أيضا صحيح مئة بالمئة كما تلاحظون لأنه أنا دائما ماذا أطلب منكم أن تجدوا أبسط ما يمكن أن تبسطوا جملتكم لكي تبتعدوا عن الأخطاء وتكون جملتكم واضحة وسهلة حتى في النطق أدوم بهذه الطريقة تكلمنا عن كل شيء من هذه الجملة لما يبقى سوى أن ترددوها أكثر من مرة لكي تترسخها في الدين الآن أصدقائي هذه هي جملت أختنا الزهرة من الجزائر كتبت جيد بالنسبة لطريقة السؤال طريقة صحيحة مئة بالمئة رغم أنك لم توضح عبارة سابقة التي من بعد كتبت أفن أولوزو أفن لا عبارة أفن هنا أنت أردت أن تبحث أن توضح أفن بدلا من سابقة لا يليق هنا أن نقول أفن أحسن عبارة هي ديجا لهذا من الأصح كان عليك أن تكتب إس كتو يد ديجا علي ولا نقول أولوزو أوزو لماذا؟ لأن أ هنا يا زهراء أ هي ماذا تساوي؟ أ تساوي أ زائد ل في الأصل هي ألوزو ولكن لا نقول ألوزو ندرمها ونقول أوزو أوزو لهذا لا يجوز أن تقول أولوزو إس كتو يد ديجا ألوزو؟ بهذه الطريقة صحيحة كي يدون لأولوزو لغاوين يعني في اللغة فرنسية جملةك صحيحة ولكن بأسلوب راكيك لا نقول كي يدون لأولوزو أصح كي ستروف أغاب بدون حتى ذكر مدينة الرباط جيد ولكن إذا أردت أن تقول كي ستروف دون لفيل دوغابا أيضا هذا صحيح ولكن عبارة كي يدون لفيل دوغابا أقول لكي لغويا هكذا في اللغة الفرنسية مصطلحاتك صحيحة وعباراتك صحيحة لكن أسلوبها راكيك لهذا من الأفضل أن توضيف فعل كي ستروف أغابا كي ستروف أغابا كما كتبت أنا في مثال وبالنسبة للغابا أنت تكتب بـ أغابا وليست أغابا جيد نعم أصدقائي الآن وصلنا إلى مرحلة جملة جديدة وجملتنا لهذا الصباح هي نعم لقد سبق وزرتها السنة الماضية كانت رحلة رائعة ربما كجواب على من سألته هل سبق لك وزرت حديقة الحيوانات المتواجدة في الرباط يقول لك نعم لقد سبق وزرتها السنة الماضية كانت رحلة رائعة كالعادة انتظروا أجوبتكم بفارغ الصبر وأيضا لا تنسوا دائما هناك خطأ بسيط في الجملة خطأ متعمد أتمنى أيضا أن تبحثوا عنه وتجده انتظروا أجوبتكم بفارغ الصبر كالعادة على أمل اللقاء بكم مجددا دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر